يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قراءة القرآن في المجالس وترتيله من السنة وإذا كان كذلك فهل يعتبر من السنة المهجورة في هذا الزمان تلاوة القرآن فيها خير فيها قرأة في المجالس وغيره كان الصحابة إذا اجتمعوا يأمرون همن يقرأ عليهم القرآن يستمعون إليه فهذا عمل طيب هذا عمل طيب وإذا ترك لا بأس لا يوجد هذا من السنة المهجورة هل تركوا ما هو أولى وأحسن لهم